يقول بأن أمي لا يجيد القراءة يقول كيف أكسب ثواب قراءة القرآن أخي إبراهيم زادك الله و حرصا و مبارك الله فيه و كثر الله أمثالك والله أنا أفرح لما أسمع مثل هذه الأسئلة لأن بعض الناس أمي يترك العمل و يترك العبادة و يترك قراءة القرآن و يترك الذكر و غلط أخي الفاضل تستطيع أن تكسب ثواب قراءة القرآن بالاستماع تستمع إلى قراءة القرآن إما تقول لأحد أخوانا كله أولادا كله أقاربك اقرأوا علي القرآن النبي عليه الصلاة و السلام سيد الخلق كان يقول للصحابة اقرأوا علي القرآن فيقول بمسعود عليك نقرأ و عليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري و لذلك الفقه يا إبراهيم الفقه يقولون للمستمع أجر القارئ إذا استمع استمع عباده و إذا ما عندك أحد شغل هذه الأقراص أو الأشرطة أو إذاعة القرآن شغلها و استمع عليها و لك الأجر و الثواب بإذن الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة